السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر البنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطاروت تفصيلية لموليد برج السرطان للفترة من 2 فبراير وحتى 15 فبراير 2022 بس قبل نبدأ الفيديو لو انت جديد معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التواقعات الشهرية والاسبوعية لبرجك والحجز اقراءة خاصة رقم الواتس مكتوب قدامك على الشاشة كما انك هتلاقيه في صندوق الوصف نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكشف بإرادة الروح لمشيئة القدر ونبدأ بسم الله اكبر سبع عصية عملتان العربة برج السرطان عام يبدو انك انت بتتحمل المسئولية في هذه الفترة بتجتهد وبتقدم إرادة حقيقية من أجل تحقيق التوازن في الأمور المالية في هذه الفترة هي فترة ليست سهلة بالنسبة لك فهي تحمل العديد من التحديات والمواجهات الهامة التي تلزمك الدفاع عن نفسك ضد الانتقاضات والمنافسين الخاصين بك الذين يسعوا إلى إبقائك في حالة ضعف في الأمور المالية أو وضع ضغوطات عليك بتظهر إرادة حقيقية في هذه الفترة وبتظهر شغف وقوة في مواجهة هؤلاء الأشخاص والمنافسين الخاصين بك أربع كؤوس سبع عملات العالم نقدر نقول إنك انت عندك ما يشبه انتقالات كثيرة في هذه الفترة ربما تنتقل من مدينة إلى أخرى أو تقسل حركتك انتقالاتك في هذه الفترة من أجل حصاد أموال ونجاحات مالية نقدر نقول إنك انت هتتمكن من تحقيق عدة إنجازات ونجاحات جيدة هتوصلك إلى أهدافك تدريجيا ولكن برغم كل ما تحققه من نجاحات إلا أنك لست راضا عن أدائك كأنك بتجلد ذاتك من أجل الوصول إلى أقصى قدراتك ملكة العملات بمعنى أربع عسيان تمنع عسيان بتجد الدعم في الصعيد العاطفي الخاص بك من أصدقاء لك مقربين بيقدموا لك الدعم المالي الذي أنت بحاجة إليه من أجل الوصول لأهدافك أو الدخول في استثمارات أو توفير رأس المال الذي يساعدك على تحقيق ما تريد وبلغ أهدافك بأمان فما يميز استقرارك المالي في هذه الفترة هو الدعم الذي تترقاه من من حولك والمقربين منك فهي فترة ستكشف لك من يريد لك الخير ومن لا يتمنى لك الخير وهي فترة ستكشف لك المخلصين الذين سيقدموا لك المساعدة في حال احتجت لهم ملكة السيوف أو ربما العكس يعني لو أنت رجل رجل من مواليد برج السرطان فشريكة حياتك هي اللي بتتخذ قرار بقطع العلاقة معك في هذه الفترة أما إن كنت أنت امرأة السرطان فربما تتخذ قرار بإنهاء العلاقة مع شريكك في هذه الفترة فترة العصر الكاهنة سلاس كؤوس تحقيق لإنجازات ونجاحات جيدة نوعا ما تساعدك على التخطيط لمستقبلك والوصول إلى أهداف ونجاحات بشكل مستمر وتأمين فترات مستقبلية في حياتك شرقات جيدة تقدم لك الدعم ليس فقط المالي ولكن الدعم الفكري الذي أنت بحاجة إليه لبلوغ أهدافك بسلاسة وبأسرع الطرق والتخطيط للمستقبل في الباب الأخير يوجد ملك العملات بالإضافة إلى ملك السيوف وآس العملات ما يبشر يا مولود برج السرطان بحصولك على مبلغ مالي كبير كمكافأة من مدير لك في العمل أو من شخص مسؤول أو من عمين مميز بتحصل منه على مبلغ مالي كبير في هذه الفترة ولكن الرائع في ذلك أنه لن يكون آخر مبلغ تحصل عليه بل هي فقط مجرد البداية ويبشرك القدر أن مع هذا الشخص ستستطيع الحصول على المزيد من النجاحات المالية وسيؤمن لك مكافآت عدة واستقرار في حياتك المالية في الفترات المستقبلية حتى فيما بعد شهر فبراير أو في النصف الثاني أو في الشهور القادمة من عام 2022 رسائل أوركل البحر غير مكتشف جسد وروح قوة الهدف بمعنى أنه ينبغي أن تتصل بهدفك الاتصال العميق الذي يجعلك لا تتخلى عن الوصول إليه حتى تفنى ولا تنسى هدفك مع الوصول إلى أجزاء منه لا تنسى عبادئك وحلمك الذي تسعى إليه هدفك قريب جدا منك تستطيع أن تصيبه وتستطيع أن تصيبه في المنتصف إن زللت متمسكا مما أنت بدأت به وبدأت من أجله هدفك نبيل تستطيع أن استغناء برضى عن الحياة السابقة من أجل بداية مرحلة جديدة واكتشاف أشياء جديدة لم تكن تخطر على بالك من قبل بص على فنجان بإذن الله التنوى اللي بتقع في الطبق ديت بتكون عبارة عن مبلغ مالي هتحصل عليه في هذه الفترة المبلغ دوت إلى حد ما جيد لدرجة جيدة هو جيد أما عن الحالة النفسية فهي مليئة بالقلق في هذه الفترة كأنك قلق على المستقبل بشكل عميق أو كأن من شدة ورغبتك في تحقيق أهدافك تخشى أقل احتمالات الخسارة ولا تريد أن تفقد ولا واحد بالمئة من ما تريد الوصول إليه هناك انتهاء الخلافات في حياتك يحمل لك رؤية العين للنجاحات المستقبلية أن تقادر على تحقيقها ربما أشخاص يمتلكون قوة كبيرة وسلطات عالية يستطيعون أن يدمروا مسيرتك من أراضي ولكن هؤلاء الأشخاص يدافعون عنك رغم اختلافهم معك في وجهة النظر إلا أنهم يدافعون عنك ويحمونك ممن يريدوا الحاق الأزابك في الحقيقة أنت لا ينبغي أن تخشى العمالقة ولكن ينبغي أن تخشى السعابين الصغيرة التي تتسلل إليك فتلدغك دون أن تشعر فإن كنت معرضا للأزى أو الخطر ما فهو من المقربين المنافقين ذو الأفواه السامة والكلمات الخبيثة لا يحمل لك القدر إلا استجابة أماني وانتصارات ودعوات ستحقن لا يحمل لك القدر إلا انتقام ممن أزوك فإن الله هو المنتقم الأكبر طرق ستفتح أمامك وفي نهاية هذه الفترة ستشعر بسعادة شديدة كأنك أدرت حياتك بالشكل الصحيح أو كأنك قدت سفينتك إلى البر المناسب لها ولكن دائما تذكر ما كنت تتذكره أثناء الموجة العالي وهو أن تدعو الله وتسبحه وأنصحك أن تقول لا إله إلا الله المعز أكبر وأكثر من ذلك القول واخشع فيه حتى يعزك الله ويرفع من قدرك أتمنى لك أجمل أقدار يا موليو برج السرطان ما تنساش تشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ينسرق التوقعات الشهرية والإسبوعية لبرجك والحجز إقراءة خاصة رقم الواتس مكتوب قدامكم على الشاشة كما أنكم هتلقوا في صندوق الوصف شكرا يا موليو برج السرطان السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر